تذمر وتحذير وتهديد هي خلاصة الموقف الذي تبلور لدى هرم السلطة الشرعية حيال الترتيبات الأممية في الحديدة وموانئها تأسيساً على تفاهمات السوكهولم التي تواجه تحدي الفشل المحتمل في ظل الصعوبات الماثلة فبعد لقاء أجراه المبعوث الأممي مارتين غريفث برفقة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة باتريك كاميرت الخميس في الرياض خرج مدير مكتب الرئيس ونائب رئيس الوفد الحكومي إلى مشاورة السويد الدكتور عبدالله العليمي بتغريدات أعادت وكالة الأنباء اليمنية نشر محتواها حذر فيها من أن التراخي في تنفيذ الاتفاق وغياب الوضوح في تسمية المعرقلين يشجع السفزازات الحوثية ويدفع الأمور إلى الفشل ونبه إلى أن دعم الحكومة لاتفاق السوكهولم وتعاونها مشروط بتنفيذ الاتفاق تنفيذاً سليماً وفقاً للتفسيرات الصحيحة التي يفهمها كل العالم والتي يقرها القانون اليمني وتدعمها قرارات مجلس الأمن الدولي لافتاً في هذا الخصوص إلى أن الحكومة لم تحصل حتى الآن على آلية مزمنة لتنفيذ الاتفاق حيث يعرق الحوثيون الاتفاقات وتقدم الحكومة عمل مسؤولاً ولا تقارير توضح العرقلة ولا شهادات لحسن التعامل الرئيس هادي كان قد شدد خلال اللقاء مع المبعوث الأممي على ضرورة تحديد الأولويات وإنجاح المهام وفقاً لخطواتها وآليتها للزمنية باعتبار أن تعثر وفشل اتفاق السويد يعد فشلاً للعملية برمتها وطالب الرئيس هادي بالتقيد والإسراع في تنفيذ بنود اتفاق السويد وبوضع النقاط على الحروف وإحاطة المجتمع الدولي بمكامل القصور ومن يضع العراقيل أمام خطوات السلام وفرص نجاحها وفيما يودع الجنرال الهولندي المتقعد باتريك كاميرت مهمته إثر تصعيد واجهه من جانب الحوثيين تجري الترتيبات لنقل مهمته على الأرجح إلى الدينماركي الميجر جنرال مايكل أنكر لوليس جارد بدءاً من الشهر القادم وفقاً لمصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة الضابط الدينماركي المرشح لخلافة كاميرت سبق له وأنقض مهمة للأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي خلال عامي 2015 و2016 لكن مهمته المقبلة في الحديدة لن تكون سهلة في ظل بقاء الصعوبات ذاتها التي انتهت معها مهمة كاميرت إلى الفشل تقريباً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر